نقلب معكم عددا من الملفات نبدأ الساعة الأولى من الحرة الليلة من الولايات المتحدة إذ يلقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد قليل ملاحظات حول إصدار تقارير الدول لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان ويعتبر هذا التقرير تقليد سنوي يرصد واقع حقوق الإنسان في العالم والانتهاكات التي جرى تسجيلها إضافة إلى الجهود لمحاربتها وتعزيز هذه الحقوق ونتيجة لتعدد الأزمات والعنف تحظى منطقة الشرق الأوسط بحيز مهم في تقرير حقوق الإنسان الأمريكي إذ يرصد حجم الانتهاكات الحاصلة في إيران بحق المعارضين على يد السلطات الحاكمة كما يركز التقرير على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والانتهاكات الحاصلة بين الطرفين إضافة إلى تركيزه على حقوق الأقليات كما ركز التقرير على حقوق الإنسان في السودان مع تصاعد الصراع فيه إضافة إلى دول إفريقية أخرى التقرير نوها أيضا إلى أوكرانيا وما تتعرض له من انتهاكات على يد روسيا وشمل التقرير أيضا الصين وما تتعرض له أقلية الإيغور وجرائم ضد الإنسانية وعمل قصر وغيرها من الانتهاكات وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية أمر أساسي بالنسبة للولايات المتحدة التي ستدعم دائما أولئك الذين يناظلون في جميع أنحاء العالم من أجل الكرامة الإنسانية والحرية فما هو واقع حقوق الإنسان في العالم وما حجم الانتهاكات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وكيف يمكن دفع دول المنطقة إلى محاربة هذه الانتهاكات للمزيد معنا الآن من الخارجية الأمريكية مراسل الحرة ميشيل غندور أهلا بك ميشيل معنا إذن بداية نتوقف حول أهمية هذا التقرير وأبرز ما يمكن أن يتناوله نعم ميرا هذا التقرير محظور نشره حتى انتهاء كلمة الوزير بلينكين الذي سيلقيها بعد قليل ليقدم هذا التقرير السنوي لحقوق الإنسان والذي تعده وزارة الخارجية الأمريكية سنويا بالتعاون مع السفرات الأمريكية في العالم بحيث يشمل التقرير حوالي 200 دولة وإقليم وترفعه بالتالي إلى الكونغرس الأمريكي الذي وعندما يقرر أي شيء فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية أو فيما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأخرى يأخذ بهذا التقرير ميشيل لو تكرمت بالبقاء معنا سننتقل الآن مشاهدين لوزارة الخارجية الأمريكية حيث يعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أبرز لممارسات حقوق الإنسان لعام 2023 أن كل البشر مولودين متساوين بحرية وكرامة وحقوق إنسان هذه الكلمات قبل 75 عاما جسدت نطاقا عريضا من الحقوق اقتصادية وسياسية واجتماعية حق التعبير عن النفس اختيار القادة العبادة كما نرغب الحق في التعليم وأيضا في ظروف عمل متساوية وعادلة الوقوف في سبيل حقوق الإنسان هو الشيء الصحيح أيضا هذا من مصلحتنا القومية الدول التي تحترم حقوق الإنسان المحتمل أن تكون مسالمة ومزدهرة والتقرير الذي ننشره اليوم ينشر عن سجل حقوق الإنسان في أكثر من 200 دولة وأراضي وكل واحدة ينطبق عليها نفس المعايير سواء الدول النامية أو المنافسين أو الحلفاء والشركاء التقرير يركز على حقوق الإنسان في الخارج ولكن نعرف أن هناك نواقص داخل الولايات المتحدة الديمقراطية مثل بلادنا تتطرق إلى هذه الأشياء الناقصة بطريقة شفافة التقرير أيضا يوضح أن هناك الحاجة للمزيد من العمل كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نحن مع سيادة القانون في جميع أنحاء العالم الحكومات مستمرة في حبس المواطنين وهذا يتراوح من روسيا البيضاء إلى فنزويلا وهناك حوالي أكثر من ألف من السجناء السياسيين في كوبا ومعدل العمر 32 عاما هناك أيضا مساجين في سجون روسيا حيث هناك الانتهاكات وبل الموت حكومات مثل روسيا تحتجز عشوائيا مواطنين أجانب لأسباب سياسية وتستخدم البشر كبيادق وكل محتجز بطريقة غير قانونية يستحق أن يطلق صراحه كي يعودوا إلى عائلته في نفس الوقت التقرير يوضح أن الحكومات التي تمارس الإساءة تمارسها خارج حدودها نيكاراكوا تعاقب النشطاء عن طريق مصادرة أموالهم وأملاكهم أيضا هناك محاولات لإعادة الصحفيين والمنشقين الذين هربوا إلى الخارج بالقوة إلى بلدانهم في السودان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب الروهينجا في بورما الروهينجا وكل هؤلاء ضحايا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية الولايات المتحدة ستستمر في التعبير عن قلقها مباشرة مع الحكومات المعنية وأيضا في أفغانستان الطالبان حجروا على حقوق النساء وعلى حقهن في التعليم وهناك أيضا عمليات جلد للنساء والرجال المتهمين بسلوك غير أخلاقي أيضا هناك قوانين ضد المثليين ربما تصل إلى الموت فقط لأنهم يريدون أن يكونوا مع أحباء لهم الدول تستخدم التكنولوجيا للترهيب وأيضا للمراقبة وحكومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل ملاحقة الناس بناء على بصمتهم الوراثية إيران قمعت المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع نتيجة لموت مهيسا أميني الولايات المتحدة أيضا تعمل بنشاط للتأكد من أن التكنولوجيا الصاعدة تستخدم لتعزيز الحقوق وليس لتقويضها وللتأكد من أن التكنولوجيا تستخدم لتعزيز الفرص المتساوية وليس للتمييز كانت هناك تحالف لمواجهة الأنظمة أنظمة الفيروسات وهناك قيود على عشرات الناس الذين ساعدوا على تطوير هذه الأدوات هجوم حماس المروع على إسرائيل والخسارة المروعة للحياة في غزة علينا أن نتأكد أن هذه الهجمات لا تحدث وهناك أيضا قلق على سجل حقوق الإنسان نعمل يوميا لإنهاء القتال وتأمين إطلاق صراح الرهائن وأيضا الحفاظ على القوانين الإنسانية وتقليص المعاناة وخلق مصار لمستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين هذه عينات من أشياء كثيرة خطوها التقرير وتقرير بحد ذاته هو إحدى الطرق التي تعتمدها الولايات المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وكرامة البشر هناك أيضا تشريعات مثل ماغنيتسكي وهناك أدوات لمحاسبة المذنبين والمستفيدين من انتهاكات حقوق الإنسان وبفضل هذه الجهود من قبل المناصرين والمواطنين في الخطوط الأمامية رأينا أشياء مشجعة في عام 23 دول من إستونيا إلى اليابان حققوا تقدما في مجال حقوق المثليين حتى هناك نقابيين تعرضوا للانتهاكات والرئيس بايدن أصدر قرارا بالنسبة للعمال وعلينا أن نمنحهم الدعم الذي يستحقونه التقدم في مجال حقوق الإنسان ممكن طالما أن هناك أفراد ملتزمين في كل جزء من العالم وهم مستمرون في العمل على الاحتفاظ بكرامة كل البشر أشكر الفريق الذي كرس نفسه في هذا المبنى وفي أنحاء العالم والذين أمضوا أشهرا يجمعون بيانات هذا التقرير هناك أشياء أشياء عملت على إعداد هذا التقرير صحفيين ومواطنين وأحيانا عرضوا حياتهم للخطر وبفضل كل واحد منكم لدينا صورة واضحة عن أوضاع حقوق الإنسان كما هي وهذا يجدد عزمنا على تقويتها في المستقبل أجيب الآن على عدة أسئلة معطي المجال لبا مرحبا مع علي الوزير إذن لدي سؤالين أول سؤال يتعلق بالتقرير ولكن سأسألك أولا عن الاتصالات الهاتفية التي نظمتها مع وزير الوزير جالانت وتحدثتم عن الوحدة العسكرية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان متى ستعلن عن فحوى هذه الاتصالات وبالنسبة إلى التقرير إذن قلت إنه لم يتم اتخاذ أي خطوات للإعلان عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجاتها لكن هناك العديد من التقارير والإبلاغات التي تفيد بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان حتى أن الرئيس تحدث عنها إذن نعلم أنه لديكم إجراءات مخصصة للتحقيق بهذه الممارسات لكن لماذا تطول لهذا الحد للإعلان عن نتائج عن التحقيقات قد يقول البعض أنه لديكم معايير مزدوجة بما يتعلق بإسرائيل شكرا دعيني أبدأ بالجزء الأخير من السؤال هل لدينا معايير مزدوجة؟ الإجابة لا كما يوضح هذا التقرير وبشكل عام ونحن ننظر على حقوق الإنسان وأوضاعها في العالم نحن نطبق نفس المعايير على الجميع وهذا لا يتغير سواء الدولة المعنية هي خصم أو منافسة صديقة أو حليفة وهذا مهم عادة فيما يتعلق بقانون ليهي أعتقد هذا ما أشرت إليه هذا مثال جيد على عملية مقصودة وتسعى للحصول على الحقائق وكل المعلومات وهذا يجب أن يتم بعناية وهذا بالضبط الطريقة التي نعمل بها كما نعمل مع أي دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة مرة أخرى نفس المعايير تطبق ليس لدي المزيد أقوله اليوم ولكن سترين في الأيام القادمة أن لدينا المزيد الذي نقوله انتظري بالنسبة لغزة نفسها عدة أشياء أولا من اليوم الأول كنا نعمل ونقوم بعمل كل ما نستطيع لزيادة حماية المدنيين وأيضا لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة الذين يحتاجونها فيما يتعلق بمزاعم حوادث سواء انتهاك القانون الإنساني الدولي أو انتهاك الحقوق أو أي شيء تعلمين لدينا عمليات وإجراءات في الخارجية للنظر على هذه الأحداث وهذه عملية مستمرة ومهم أن نأخذ وقتنا للحصول على الحقائق والمعلومات والقيام بالتحليل هذا حافل بالتحدي أن نعمله بصورة آنية وكما رأيت في دول أخرى قمنا بإصدار الأحكام وهذا يتطلب وقتا الحصول على المعلومات هل يمكنك أن توثر شدوى الزمن لنا؟ لن أعطيك وقتا زمنيا محددا على القول أن هذه الجهود مستمرة وعندما نشعر أننا حصلنا على الحقائق وقمنا بالتحليل سنعرف بهذه النتائج أيضا عندما نرى تقريرا عن حادثة أيضا نأخذ هذا مباشرة في هذه الحالة نأخذ الحادثة هذه ونناقشها مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على شرح ومعلومات بشأن ما حدث هذا أيضا عملية مستمرة وأعتقد أن مهم جدا أن نتأكد أن الدول تعرف أننا نراقب هذا وبعناية ولكن كما قلت في الجزئية الخاصة بقانون ليه هناك المزيد الذي سنعرف به في الأيام القادمة شكرا إذن لدي سؤال يتعلق بالتقرير أيضا وبشكل خاص فيما يتعلق بغزة إذن التقرير يفيد بأنه تم ممارسة أو ارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الإسرائيلية وأيضا حماس لكن هل يتم إجراء أي تحقيقات حيال ذلك؟ مثلا مثلما نظرتم بارتكاب هذه الأنواع من الجرائم في أوكرانيا من تعتمد عليه الحكومة الأمريكية للإجراء التقييمات؟ كما قلت نحن ننظر وندرس التقارير الخاصة بالحوادث التي عرضت علينا ولدينا عملية للقيام بذلك خاصة إذا كانت هناك تساؤلات هل الأسلحة الأمريكية كانت مستخدمة العملية هذه مستمرة وسنستمر في التركيز على ذلك كل موقف في كل دولة يختلف عن الأخرى في حالة أوكرانيا مثلا قمنا بإصدار أحكام معينة المواقف تختلف عن المواقف في غزة والأوكرانيون أولا هم ليسوا هدف مشروع مثل حماس في غزة الذين يخبئون أنفسهم وراء المدنيين وفي المستشفيات والجوامع إلى آخره في حالة أوكرانيا عندما القوات الروسية مثلا انسحبت من بوتشا استطعنا أن نرى والعالم رأى بوضوح ما حدث وحصلنا على الأدلة كل موقف من هذه المواقف مختلف وعلينا أن نجمع الحقائق ونحللها إذن في هذه الحالة المرتكب هو من سيقرر نحن نقوم بإصدار أحكامنا ربما كيانات أخرى تفعل نفس الشيء ولكننا نصدر أحكامنا المهم أيضا في حالة إسرائيل إسرائيل لديها وبرهنت على القدرة أيضا على النظر على ممارساتها مرة أخرى هناك القدرة والاستعداد لإصدار أحكامهم وكما أعرف هناك الكثير من التحقيقات التي يجرونها بناء على المزاعم الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي وقوانين الحروب إلى آخره في الحالة الأولى هذا شيء مهم جدا أي دولة ديمقراطية عليها التأكد أنها تقوم بمحاسبة نفسها واحترام التزاماتها أعتقد أنهم يقومون بذلك بناء على التحقيقات المفتوحة التي يجرونها وكما قلت عندما يعرض شيء علينا نتصل بهم ونرى هل الأسلحة الأمريكية استخدمت في هذه الأحداث أم لا مشاهدين إذن استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الذي عرض تقارير ممارسة حقوق الإنسان الدولية لعام 2023 للمزيد الآن يعود وينضم إلينا مراسل الحرة من الخارجية الأمريكية ميشيل غندور ميشيل من خلال ما استمعت إليه قبل قليل هل لمست أي اختلاف بين تقرير هذا العام وتقارير الأعوام الماضية في التقارير السنوية ترصد وزارة الخارجية سجل حقوق الإنسان في الدول كما استمعنا إلى الوزير بلينكين يقول أن الرصد يتم لممارسات حقوق الإنسان في العالم ولكن هناك نقص أيضا في حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية لكنه توقف عند أبرز القضايا العالمية وخرقات حقوق الإنسان منها في غزة بين إسرائيل وحماس بحيث سجل انتهاكات قامت بها حماس عبر خطف إسرائيليين وقتل إسرائيليين في السابع من أكتوبر ومواصلة احتجاز رهائن في حين أن إسرائيل قامت أيضا بقتل مدنيين في غزة في روسيا حيث قامت السلطات الروسية عبر غزوها لأوكرانيا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان عبر قتل مدنيين ونقل أيضا أطفال من أوكرانيا إلى أراضي خاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا أو إلى الأراضي الروسية وأعطاء هؤلاء الأطفال تذاكر وجنسيات روسية فيما يتعلق بالسودان انتهاكات لحقوق الإنسان جرائم إنسانية قامت بها السلطات في السودان وقوات الدعم السريع والجيش السوداني في إيران ملاحقة المعارضين في داخل إيران وخارجها وخصوصا بعد مقتل مهسى أميني على يد السلطات الإيرانية في الصين كذلك حيث تلاحق السلطات الصينية المسلمين في شينجانغ مثلا شكرا جزيلا لك ميشيل غندور مراسل الحرة من الخارجية الأمريكية أمم المشاهدين للمزيد من المتابعة معنا الآن من واشنطن دانيس روس المبعوث الأمريكي الأسبق لعملية السلام في الشرق الأوسط أهلا بك معنا وشكرا على تلبية الدعوة بداية دعنا نوضح لمشاهدين سيد روس ما الهدف وما أهمية عرض مثل هذا التقرير تحديدا في منطقة الشرق الأوسط الذي يعيش بطبيعة الحال صراعات وحروب وحالة من عدم الاستقرار هناك متطلب تشريعي في الولايات المتحدة كي تستطيع إصدار تقرير بصورة سنوية تقييم ظروف حقوق الإنسان في كل دولة في العالم وبالتالي في كل سنة الوزارة تصدر مثل هذا التقرير وتحدد فيه أين تقع انتهاكات حقوق الإنسان وتقريبا كل دولة في العالم ينظر عليها سواء كانوا خصوم أم أصدقاء وكما قال وزير الخارجية نحاول أن نحدد ما هي المعايير التي نريد من الجميع والالتزام بها بما فيها نحن وطريقة عمل ذلك تتمثل في إصدار تقرير يظهر المراجعات التي نقوم بها بشأن كل دولة والتي تصف الظروف التي تتم فيها الانتهاكات وما هي العلاجات التي اتخذت طبعا هناك تمييز من ناحية الدول الديمقراطية التي لها أو بها عمليات قانونية ومؤسسات للتطرق لهذه القضايا والدول غير الديمقراطية وهذه قصة أخرى ولكن الإدارة وكل إدارة أمريكية عليها أن تصدر هذا التقرير بشكل سنوي وتحاول أن تصف الأمور كما تراها بما قاله بالنظر لما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيد روس هو قال بأن أوضحنا لإسرائيل ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وأيضا أعرب عن قلقه بشأن حصول الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية مثل هذه الإشارة ما الذي يمكن أن يفهم منها؟ أعتقد أن أحد الأشياء التي وجهت الإدارة طوال هذه الحرب في غزة كانت محاولة التأكد أن المزيد من المساعدات الإنسانية تدخل وأن ما تفعله إسرائيل يقلل المخاطر التي تلحق بالمدنيين القوانين الإنسانية لا تعني أن الهدف العسكري لا يجب استهدافه حتى في المناطق المدنية ولكن هذا يتطلب بذل الجهود للتقليل من الخسائر المدنية بالطبع إسرائيل تواجه حيرة لأن حماس زرعت نفسها بصورة أساسية تحت المناطق المدنية المكتظة بالسكان إذن إسرائيل أمامها خيار ألا تضرب حماس أو تواجه ما حدث في السابع من أكتوبر مرة أخرى أو تلاحق حماس مع المخاطر الخاصة بالمدنيين وإسرائيل التزامها أن تقلل من المخاطر أو الخسائر في صفوف المدنيين وهذا صعب ولكن هذا متطلب أمريكا تحاول التركيز عليه إحدى القضايا التي عملت عليها الإدارة بجدية كي تجعل إسرائيل ليس فقط تقليل المخاطر وإنما أيضا أتأكد أن المزيد من المساعدات الإنسانية تدخل غزة وهناك بعدان ألا نقلل مما يدخل وأيضا أتأكد أن هناك توزيع آمن وإحدى تداعيات ما فعلته إسرائيل هو خلق فراغ في غزة والإدارة قالت مهم بالنسبة لإسرائيل أن تردم هذه الفجوة والتأكد أن هناك مستوى من الأمن لتوزيع المساعدات سيد دينيس روس المبعوث الأمريكي الأسبق لعملية السلام في الشرق الأوسط بالتأكيد ستبقى معنا لمناقشة الملف الثاني من الحر الليلة شكرا لك اشتركوا في القناة